السلام عليكم أخوكم من الجزائر جريدة القبس الكويتية إصدار 10 أكتوبر 2023 الأمير هجوم باكستان عملان إرهابيان شنيعان بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزي إلى الرئيس الباكستاني دكتور عارف علوي أعرب فيها سمو عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجومين الإرهابيين الذين استهدفوا موكبا دينيا قرب مسجد في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ومسجدا في إقليم خيبر بختونخو شمالي باكستان وأصفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين واستنكر سمو الأمير وأكد أن الكويت تدين هذين العملين الإرهابيين الشنيعين ويتنافيان مع كل الشرائع والقيم الإنسانية سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الطحايا بالرحمة والمغفرة ويمنع المصابين بسرعة الشفاء والعافية ترجمة نانسي قنقر